احتفلت سفارة البريطانية بالقاهرة بدور الفريق المصري الذي عمل مع عالم الآثار البريطاني هاورد كارتر خلال اكتشاف مغبرة الملك توت عن خائمون عام 1922 وقال السفير البريطاني جارثي بايلي إن الهدف من الحدث هو جذب المزيد من الاهتمام لعمل الفريق المصري الذي ساعد في الاكتشاف بمناسبة الذكرى السنوية على اكتشاف القرن احتفلت السفارة البريطانية بالقاهرة بدور الفريق المصري الذي عمل مع عالم الآثار الإنجليزي هاورد كارتر خلال اكتشاف مغبرة الملك توت عن خائمون في عام 1922 المعرض يحكي قصة حفر فريق التنقيب المصري بالتعاون مع كارتر لمغبرة توت عن خائمون وانبهار العالم بهذا الاكتشاف حيث أظهرت الصور المعروضة بالأبيض والأسود بعض عضاء الفريق المصري الذي شارك في العمل المنفذ منذ أكثر من نحو قرن السفير البريطاني في مصر جارث بايلي قال إن الهدف من الحدث هو جذب المزيد من الاهتمام لعمل الفريق المصري الذي ساعد في الاكتشاف نقطة فاصلة ومحورية في تاريخ علم الآثار منذ اكتشاف المقبرة التي تعود إلى نحو سلاسة آلاف عام فضلا عن اكتشاف آلاف الكنوز التي كانت بداخلها الأمين العام للمجلس الأعلى للأصار مصطفى وزيري أكد اكتشاف خمسة آلاف وثلاثمائة وثمان وتسعين قطعة أسرية داخل المقبرة التي تقع بوادي الملوك على الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر وكان الموقع مليئا بالسروات المتلائلة للأسرة السامنة عشرة التي حكمت خلال الفترة من عام 1569 إلى عام 1315 قبل الميلاد كما تم اكتشاف بعض كنوز مصر الأكثر شهراء الملك توت عن خامون اعتل العرش في سن التاسعة وحكم حتى وفاته في سن السامنة عشرة أو التاسعة عاما ويعد هذا الملك رمزا لمجد مصر القديمة بالنسبة للكسيرين